اهلا وسهلا بكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدايرة الكهربية الخاصة بالكاباستور بانك طبعا الناس عارفة الكاباستور بانك هو اللوحات المستخدمة في تحسين معامل القدرة او الباور فاكتور كورريكشن عملنا فيديو قبل كده بيتكلم عن الباور فاكتور كورريكشن وازاي نحسب قيمة الكيلو فار لكل مشروع ان شاء الله النهاردة معانا مشروع في لوحات الكاباستور بانك اللوحات دي عبارة عن لوحة كهربية قيمة الكيلو فار بتساوي 500 كيلو فار من الحسابات هنبدأ نشوف ايه الداتا الموجودة الخاصة بهذه اللوحات اللوحات دي من شركة شنايدر هنبدأ نشوف ايه اللي موجودة عندي الجنرال كاراكتوريستيكس الخاصة باللوحات اولا هنشتغل على الباور سابلاي مصدر التغذية لهذه اللوحات اللي هو السورس بيبقى التغذية السري فيز اللي هي الربعمائة فولت على 220 فولت بعد كده الدخل الخاص به اللوحات سري فيز اربعة واير التردد المستخدم 60 هرتز قيمة الاي شورت سيركيت على هذه اللوحات من الحسابات ضلع ب36 كيلو امبير الاي اس سي معناها الاي شورت سيركيت الايرسينج سكيمز او الايرسينج سيستم هنستخدم التي ان اس سيستم لو الناس فاكرة انواع الايرسينج سيستم تي ان اس تي ان سي اي تي 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 بعد كده هندخل على الباسبار الموجود في اللوحة الطيب بتاع الباسبار تني بليتد تني بليتد باسبار النيوترال هل هو نص الفيز ولا اد الفيز لا هو 100% من مساحة مقضع الفيز الايرس اللي هو بخصوص الايرسينج اللي هو البرزما ستاندرد حسب البرزما ستاندرد بتاع الباسبار السابلاي اند الاكزيلاريز طبعا الكنترول فولتش بيتغزه بسنجل فيز 220 او 230 الارجين اللي هي الفورم باسبار في عندي الاكزيلاري وايرينج هنا بنستخدم الاكزيلاري وايرينج واحد ملي متر تربيع بلاك اند وايت طبعا الدروينج فور ابروفل ده عبارة عن مخطط للاعتماد عدد الوحدات اللي احنا هنستخدمها في المشروع اربع وحدات تبيكال كل واحدة 500 كيلو بار بعد كده عندي الظروف البيئية الماونتينج طبعا دي هتبقى متر اكتبة اندور مش اوت دور الامبيان تنبريتشر اللي عاملين عليها الحسابات 35 درجة سليزيس طبعا اندور الرياكتف هيوميديتي الرطوبة ب95 في المية السيركيت ماركينج الليابل مصنوعة الليابل اللي مستخدمة على اللوحات جرافوبلي الليابلز فيكسينج بالجلاود او بالجلود اللانجوج المستخدمة في كتابة هذا التايتل او الماركينج اللغة الانجليزية الانتر دي حتة مهمة جدا يا شباب لازم اعرف الانكمنج بتاع اللوحة ده هيدخل من فوق طب ولا من تحت بوتوم حتة دي مهمة جدا عشان نعرف دخل اللوحات هل هو الدخل من الاعلى او من اسفل هنا طبعا دخل اللوحات دي من فوق من التوب الانكلوجر ديتيل طبعا ده اللي هو البانل فورم فورم تو بي في عندي الديجري اوف بروتيكشن الاي بي اللي هو الحماية والاي بي طبعا الانديكس بروتيكشن خمسة وخمسين والاي كي عشرة اللي هو الحماية الميكانيكية الانكلوجر مانيفاكتشرر بريزما بلاس بي الانكلوجر كالر لون جسم اللوحة او الشاسيه كالر اللي هو الرال 9001 طبعا هنا في نوت بيقول لي ان الماكسيمم هارمونيك ريت ب20 في المية زي ما شوفنا كده دي الداتا الخاصة بلوحة الكاباستور بانك طبعا اللوحة دي من شركة شنايدر إلكتريك اللوحة من شنايدر إلكتريك طبعا هنا مكتوب تحت هنا لشنايدر إلكتريك والمفروض بيبقى مكتوب اسم البانل بيلدر الموجود واسم الكلائنت اسم الشركة اللي هي المفروضة تشتغل على اللوحات واسم البروجيك هنا في حتة مهمة جدا ده كاباستور بانك 500 كيلو فار كاباستور بانك 500 كيلو فار يبقى احنا هنشتغل على كاباستور بانك دي لوحات كاباستور بانك 500 كيلو فار يبقى احنا شفنا من الصفحة الاولى الجنرال الجنرال كاركتريستيكس الخاصة بهذه اللوحة زي ما قلنا فيه الباور سابلاي الدخل الخاص بهذه اللوحة الباس بار معصفاته السابلاي أوف اكزيلاريز الاكزيلاري وايرينج الدروينج بعد كده فيه عندي الظروف اللي هي الكلايمت عشان نبدأ نشوف هل اللوحة دي داخليا ولا خارجيا فيه عندي السيركيت ماركينج وبعد كده الانكلوجر بعد كده هنبدأ نشوف الرسم الخاص بتفاصيل هذه البانيل طبعا هنا فيه عندي هنا فيه عندي تيبل اف كونتينت تيبل اف كونتينت شباب فيه عندي التايتل بيج اللي احنا شفناها او الكوفر شيت فيه عندي تيبل اف كونتينت اللي هي الصفحة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي هنشوف بعد كده البانيل لي اوت والدي تيلز هنتعرف على السينجل لاين دي اجرام الخاص بهذه اللوحات وكده هناخد الجزء الكنترول ويرنج الخاص به اللوحات والجزء الاخير تمام اللي هي الخاصة بالكمبوننت اللي ركبة داخل هذه اللوحات لو احنا بصينا في الرسم ده هنبدأ نشوف شكل اللوحة بتاعتنا فيه عندي كزا منظر ليه اللوحة فيه عندي الانسايد فيو زي ما شفنا ده الشكل الداخلي للوحة هنا طبعا الانكومنج فيه عندي الانكومنج من فوق هنا احنا قلنا توب ده شكل اللوحة الانسايد لو انا قفلت الباب او عملت الكوفر الخاص به اللوحة اشوف الكوفر فيو طبعا هنا لو قفلت الدور الباب ده طبعا الانسايد ده الكوفر بتاع اللوحة او الكوفر فيو بعد ما اقفل الباب بتاع اللوحة انا مش هشوف غير الفلتر بتاع التبريد هنا طبعا مديني الديمينشنز الخاصة بطول وعرض اللوحات ده الدور فيو بعد كده فيه عندي اللي هو شكل اللوحة جانبيا هنا مديني عرض اللوحة برا اربعة وستين سنتي داخليا ستين سنتي بعد كده هنبدأ نشوف ودي يا شباب هي اهم جزئية عندي في الشرح هنا ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نشوف انا عندي هنا زي ما حضراتكم شايفين سري فيز اللي هو الكابل ده بعد كده في عندي الكيو ام طيب ايه مواصفات الكيو ام ده سيركيت بريكر من شنايدر هو مولدد كيس سيركيت بريكر التريب يونيت بتاعته بيشتغل بالمايكرو لوجيك الريتنج او الكي اي ريتنج خمسين كيلو امبير طبعا السيستم فولتج هو بيدخله سري فيز فولتج ربعمية فولت والتردد ستين هيرتز يبقى انا شفت الكيو ام ده المين سيركيت بريكر بعد كده عندي كابل الوان الوال سري ونيوترال بعد كده بندخل على الجزء الخاص بالبصبرات الربط بين السيركيت بريكر وباقي البصبرات هنشوف هنا شباب في عندي الكابل طبعا في عندي الكيو الكيو بي اف وان والكي بي اف وان مثلا على الكاباستور بانك الاولان اللي هو سي وان طبعا السيركيت بريكر هنا مية خمسة وعشرين امبير حسب التابل مية خمسة وعشرين امبير سري بول سيركيت بريكر الريتنج الخاص به الريتنج الخاص به البريكر ستة وتلاتين كيلو امبير بعد كده في عندي الكاباستور بانك كونتاكتور اللي هو الجزء التاني اللي هو كي بي اف كاباستور بانك كونتاكتور بعد كده في عندي الكاباستور يونيت نفس الشكل الخاص بالكاباستور بنك اللي هي مكسفات الكاباستور بنك ده خمسين كيلو فار الكاباستور بنك الواحد ده خمسين كيلو فار فانا في عندي اهو خمسين مية مية وخمسين متين تمام؟ متين كيلو فار ده على كل واحدة على ستيب مخصوصة بيها يبقى انا عندي اربع ستيبات كل ستيب خمسين كيلو فار بعد كده في عندي او تلاتة ستيب كل ستيب فيهم كم كل ستيب فيهم مية هنا خلي بالك الفرق هنا ستيب الواحدة ستيب الواحدة خمسين كيلو فار هنا في عندي ستيب واخده زي مثلا كيو بي اف فايف ده البريكر كيو بي اف فايف تمام قمته متين وخمسين متين وخمسين امبير بعد كده داخل على الكاباستور داخل على الكونتاكتور بداعي اللي هو كي بي اف فايف بعد كده داخل على الكاباستور طبعا هنا واخد البرانش الواحد ده عبارة عن ستيب واحدة بس الستيب دي عبارة عن خمسين زائد خمسين اللي هي ميت كيلو فار يبقى انا عندي قدي ميت كيلو فار متين تلتمية في عندي تلتمية كيلو فار وبعد كده في ستيبات مستقلة اللي هي خمسين زائد خمسين زائد خمسين يبقى اربعة في خمسين وفي عندي تلاتة في مية الجزء الاخير هنشوف الكنترول الخاص بهذه الدواير طبعا هنا بديني الكنترول سيركت الخاص بالدايرة. بيبقى في عندي طبعا الجزء الخاص بالفانات. تمام? في عندي الجزء الخاص بالفانات تحت فان واحد وفان اثنين. في عندي هنا في سيرموستات. بقى كده بيدخل على اللي هو اتناشر من شنيدر. وده هو اهم جزء عندي في الدايرة اللي انا بوصل بيه كل لوحة الكاباستور بنك. اتناشر زي ما احنا شايفين. بيتوصل طبعا بالاطراف الخاصة بالكنترول اللي هتوصل على اللوحة اللي هتركب عليها لوحة الكاباستور بنك. بقى الفانات طبعا بيتركب هنا كارنت ترانسفورمر هدخل من الكارنت ترانسفورمر او من السيتي من اللوحة هندخلها على الدايرة بتاعة الكاباستور بنك. مديني طبعا هنا المستخدمة ومديني نقاط الكنترول الخاصة باللوحة من خلال اللي هو اتناشر اللي هو اتناشر طبعا الصفحة الاخيرة هنا جايب لي صفحة الاخيرة هنا كاتب لي الكاباستور بنك الكاباستور نفسه او الايتم اللي هو السي سي كاباستور نفسه الكاباستور ده من شنايدر اسمه كاباستور فيربلا سكان هيفي ديوتي ستين هيرتز ربعمية واربعين فولت تلاتين كيلو فار الجهد الخاص به ربعمية فولت ده عبارة عن كاباستور تمام خمسة وعشرين فار خمسة وعشرين فار او خمسة وعشرين كيلو فار وبالتالي بالتالي انا بستخدم اثنين كاباستور في الخمسين او بستخدم اربعة كاباستور في الستيب المية في عندي كده الفنات فان واحد وفان اتنين بقى كده في عندي الفيوز ربع كده في عندي الكاباستور بنك كونتاكتورز في عندي الكنتاكتورز الكاه بعد الكنتاكتورز في عندي المايكرو كنترولر او الى احنا قلنا عليه من شوية اللي هو الكونترولر الخاص بشنيدر او بيسموه الباور فاكتور ريجيوليتور اللي هو اتناشر دي الداتاشيت الموجود بيها حصر بالمكونات اللي موجود في الدايرة وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية نتعرف فيها على بعض اللوحات بالتفصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته